ما هي حكومة التكنقراط تعتبر التكنقراطية عن مجتمع غير ديمقراطي ولا بيروقراطي لأن القوة الحقيقية تحولت فيه من المنتخبين الممثلين والبيروقراطيين إلى التكنقراطيين الذين يتمثلون في المهندسين والمدراء والعلماء وقد ساغى هذا المصطلح المهندس الأمريكي ويليام هونري سميث في سنة 1919 وشاع صيته من قبل جيمس بيرهام في كتابه مناجيري الريفوليوشن سنة 1941 تعتبر التكنقراطية شكلا من أشكال الحكومات يتم اختيار صانعي القرار فيها لمكاتب الحكم على أساس خبرتهم وخلفياتهم التقنية وتستند التكنقراطية إلى القرارات المتخذة على أساس المنهج التقني لا على أساس الآراء وتختلف التكنقراطية عن الديمقراطية التقليدية بأن اختيار المنتخبين للمناصب الحكومية القيادية يتم من خلال عملية تؤكد على مهاراتهم المناسبة وآدائهم المؤكد بدلا لما هو متفق عليه من قبل غالبية السكان وعرفت على أنها نظرية وحركة برزت وحركة برزت سنة 1932 حيث دعت إلى السيطرة على الموارد الصناعية وإعادة هيكلة النظام الاجتماعي وإصلاح المؤسسات المالية استنادا إلى النتائج التي توصل إليها التكنولوجيون والمهندسين تطور مفهوم التكنقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل القرن العشرين وحاز على اهتمام كبير من قبل العامة في ثلاثينيات القرن العشرين خاصة خلال فترة الكساد الكبير ويمكن أن تعود أصول التكنقراطية إلى مقدمة فريديريك تايلوردز لمفهوم الإدارة العلمية وقد اقترح من قبل بعض الكتاب مثل هنري جانت وتورستين فيبلين وهوارت سكوت أن رجال الأعمال غير قادرين على تحسين صناعاتهم من أجل المصلحة العامة وأن التحكم في الصناعة يجب أن يتم من قبل المهندسين أعلن سكوت عن إبطال جميع المفاهيم الاقتصادية السابقة عن طريق لجنة ذات تغطية إعلامية وترأسها وولتر روند ستراوتش وأدارها سكوت في سنة 1932 في مدينة نيويورك كما توقع سكوت الإنهيار الوشيك لنظام الأسعار واستبداله بآخر تكنقراطي غير أن مؤهلات سكوت فقدت مصداقيتها في الصحافة وشكك في بيانات اللجنة الأمر الذي أدى إلى انتهائها وشكك في بيانات اللجنة أيضا كما توقع سكوت الإنهيار الوشيك لنظام الأسعار واستبداله بآخر تكنقراطي غير أن مؤهلات سكوت فقدت مصداقيتها في الصحافة وشكك في بيانات اللجنة الأمر الذي أدى إلى انتهائها في هضون عام واحد فقط وتبعتها اللجنة القارية التكنقراطية التي تلاشت بحلول العام 1936 وضعفت الحركة التكنقراطية بسبب فشلها في إنشاء سياسات قابلة للتطبيق من أجل التغيير وتراجعت منظمة سكوت بعد عام 1940 لكنها بقيت قائمة حتى أواخر القرن العشرين ما هي انتقادات التكنقراطية؟ من الانتقادات التي وجهت لهذه الحكومة التكنقراطية ما يلي تعد غير دمقراطية لأنها تفضل من لديهم الخبرة الفنية والتقنية على إرادة واختيار الشعب تعد نظاما اقتصاديا رأس ماليا يدعم الموارد المالية لأغنى المواطنين ويتطهد الطبق العامل يمكن من خلالها التعدي على حريات الآخرين لأن الحكومة والموارد تستخدم لخدمة القوانين التي وضعها التكنقراطيين تركز التكنقراطية على العلوم والمبادئ التقنية في الحكم التي قد ينظر إليها على أنها منفصلة عن الإنسانية وطبيعة المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر